شمس الهدى طلعت لنا من مكة عين الندى نبعت لنا بحراء نختار آثار النبي وأمره نقفو كتاب الله للآراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم في برنامجكم سبيل الهدى والذي ما زلنا مستمرين فيه في هذه السلسلة من حلقات عسمة الأنبياء وطبعا يسرنا أن نرحب بآرائكم واستفساراتكم على العناوين التي ستظهر على الشاشة تباعا وبداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ مير أنجم برويز والأستاذ محمد أحمد نعيم من المكتب العربي في الجماعة الإسلامية الأحمدية أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي الكرام طبعا أبقى معك أستاذ نعيم وسؤالنا الأول لهذه الحلقة هل نتقى النبي صلى الله عليه وسلم بمدح الأوثان نتيجة وحي الشيطان والعياذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى الله عليه وسلم وعالم محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد هناك آية في سورة النجم أفرأيتم اللات والعزة ومنات السالسة الأخرى فأن هذه الآية يقول المفسرون وملخصوها أنه عندما كرى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وبعد ذلك بكليل كرى الآية طبعا بحسب قولهم تلك الغرانيق الأولى وأن شفاعتهن لا ترتجا ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية هذه سورة فاسجدوا لله واعبدوا فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه الكفار أيضا فيقول المفسرون إن هذه الآية قد ألقاها الشيطان على لسان نبي صلى الله عليه وسلم فبما أن هذه الآية هذا طبعا كثير من المفسرين هم ضحدوا هذا الكسار لا يمكن أن يكون مثل هذا حدث لكن نرى أن هذه الرواية قد قبلها كثير من السقات مثل ابن حجر فهم أوردوا أن هؤلاء الكفار هم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا قد سمعوا هذه الجملة من لسان نبي صلى الله عليه وسلم تلك الغراني قلوا الله وإن شفاعتهن لا ترتجا فلما سئلوا لماذا أنتم قالوا لأن محمد صلى الله عليه وسلم قد مدهى الشرك فقالوا أن هذه الآية أن شفاعتهن لا ترتجا فهذا ما كنا نريد فبما أنه قد وافق رأينا ولذلك عندما سجدنا سجدنا معه فهذه المشكلة أن هذه الرواية أصلا ضحدة ولا أحد يقبلها يعني دراية لكن سندا كثير من السقات كما قلت مثل ابن حجر هم قبلوها لأن في أساندهم سقات أقوية لذا المفسرون وجدوا هذه المشكلة لأنها رواية موجودة وموسقة فلذلك أوردوها في التفاصيل فمثلا كد ورد لما هازر المسلمون بعض المسلمين إلى حبشة شق ذلك على أهل مكة فبعثوا وفتن النجاشي ملك الهبشة لإسترجاع المسلمين المهاجرين فورد في ذلك أيضا التاريخ أن هؤلاء المهاجرين عندما آدوا من مكة فسألهم أهل مكة لماذا آتيتم؟ قد بصلنا الخبر أن أهل مكة كلهم مسلمون قال لا ليس هكذا فعنما سجدوا أهل مكة سجدوا عندما سمعوا من قول رسولكم من لسان رسولكم هذه الجملة في دعم الشرك فسجدوا لكن عند ذلك بعد ذلك عندما نسخ هذه الآية هم عادوا إلى عقيدتهم وهم ليسوا مسلمين لم يسلموا أصلا إذن هذه الرواية باطلة من هذه المعنى ومن هذه الموضوع دراية باطلة تمام لا يمكن أن يكون مثل هذه الجملة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كانت خطة مدروسة من كبل الكفار ثم عندما هؤلاء يقولون أنه عندما حصل هذه القصة سجد الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم فوصل هذا الخبر إلى حبشة فإنما سمع المسلمون في حبشة هذا الخبر عادوا لأنهم عرفوا أن المشركين هم أسلموا إذن لا داعي للبقاء في حبشة عادوا لأعطانهم وهذا سهل لهم حق في ذلك لكن المشكلة أنه عندما ننظر إلى هذه الرواية هذا المقولة يعني من هذه الموقع الجغرافي أقلا من المستحيل أن يصل هذا الخبر خبر السجود إلى حبشة هذا يأخذ أقل شيء أقل تقدير شهرين ونص يعني خبر سجود المشركين من مكة حتى يصل إلى حبشة ويصل إلى نجاشة وهو يسمع لهم أن يعودوا ثم عادوا وكل هذه سفرة يحتاج إلى أقل تقدير شهرين ونص لكن نرى أن هذه الخبر يعني عادوا خلال 15 و20 جوم يعني بعد نزول هذه الآية عاد هؤلاء المسلمون خلال هذه الفترة 25 جوم تقريباً إذن ما هي الكسة يقول سيدنا المسلم المعود رضي الله تعالى أنه أن هؤلاء الكفار كانوا سلفاً قد بعثوا وفداً إلى هناك وأرسلوا بعد الناس أن يشئوا في حبشة أن المشركين قد أسلموا وعندما سمع المسلمون وعادوا إلى بلادهم طبعاً الآن هم خطر ببعالي ماذا ستقولون لهؤلاء المسلمين عندما يرون آدل المسلمين لأن المشركين لم يسلموا فنسجوا هذه الرواية نسجوا هذه الكسة ثم يقول سيدنا المسلم المعود رضي الله تعالى أنه من الممكن المحتمل في رأي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقرأ هذه الآيات أحد من الخبصة المشركين هو قرأ هذه الجملة وطبعاً كانت خطة مدروسة أنه عندما يقرأ الآيات القرآن الكريم سوف يسنوها الفرصة ينتق بهذه الجملة فهو قرأ هذه الجملة وبما أن الجمع كان غفيراً لم يعرف صوت من هذا؟ صوت النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا الرجل فشع الخبر أن هذه الكسة هذا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإعاذ بالله ونتق بهذه الجملة تلك الغران يقولوا لا وإن شفاعتهن لا ترتجى فهذه الكسة باتلة تماماً وكما قلت هذه كانت خطة مدروسة من كبل القفار أنهم أولاً أرسلوا شخصاً حتى يسجد المسلمين حتى يسجد المسلمين قالوا لهم أكذا نعم هذه الرواية بحسب الطاريخ أيضاً باطلة وكثير من العلماء المسلمين لم يقبلوا هذه الرواية وبعضهم قبلوها وقرروها واعترفوا بأنها رواية ثقة كما ذكر الأستاذ نعيم ولكن هناك بعض العلماء الذين فندوا هذه الرواية ولم يقبلوها بغض نظر أن الشهادة الخارجية فهناك عندنا القرآن وفي هي سورة النجم هذه السورة وآياتها تبطل هذه القصة تماماً لأنه هذه الجملة المزعومة تلك الغراغنیک العلا وإن الشفاعتهن لا ترتجى هذه الجملة الوسنية لننظر ما هي الآيات قبلها وما هي الآيات التي بعدها كما يقولون بأن في هذا المكان الق الشيطان هذه الآيات بحسب زامهم طبعاً نحن لا نؤمن ولا توجد هذه في القرآن الكريم ما هي الآيات قبلها قبل هذه الجملة المزعومة مثلاً في آيات 14 قال الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى إن النبي صلى الله عليه وسلم رَآَى اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعْلَى بَلْ رَآَاهُ أَكْثَرْ مِنْ مَرَّةً مَرَّةً ثانيةً وبعد ذلك في آيات 19 قال الله سبحانه وتعالى لَقَدْ رَآَاهُ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى وفي الآيات التالية هذه الآيات التاسع عشر في الآيات العشرين وواحد وعشرين قال أَفَرَأَيْتُمُ اللَّهَةً وَالْعُزَّةً وَمَنَاتَ ثَالِسَةً الْأُخْرَى ما معنی هذه الآيات هنا محمد صلى الله عليه وسلم رَآَى مِنْ رَبِّهِ الْآيَاتِ الْكُبْرَةِ أَفَرَأَيْتُمْ اللَّهَةً وَالْعُزَّةً وَمَنَاتَ ثَالِسَةً الْأُخْرَى هَلْ رَأَيْتُمْ مِثْلَ هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي رَآَاها مُحمد صلى الله عليه وسلم مِنْ هَذِهِ الْأَوْثَان لم يَرَوْهَا هنا استنکار أنهم لم يروا هذِهِ الْآيَات هذِهِ الْآيَات الَّتِي رَآاها النَّبِي صلى الله عليه وسلم فهذِهِ الْآيَات تُنْكِرَ الشِّرْك كَيْفَ يُمْكِنْ يُلْقِ الشَّيْطَان فِي هَذِهِ الْمُنَاسَبَة الْآيَات الَّتِي تُعِيَّدَ الشِّرْك مستحيل السیاق لا يُعِيَّد ذالك ثم بعد هذِهِ الْجُمْلَة الْآيَة التَّالِيَّ ماهِ قَالَ اللَّهُ سُبْهَا اِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَان طيب هل يمكن أن يقول الشيطان في هذه المناسبة قبل هذه الآية إِنَّ شَفَاعَةَهُنَّ اللَّهُ تُرْتَجَ ثم يقول مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَان السیاق مختلف تماما يعني الآيات كلها هي في رد الشرق وبين هذه الآيات كيف يمكن للشيطان أن يلقي هذه الكلمة هل هو غبي لهذه الدرجة مع أن المفسرين حين ذكروا الشيطان وجعلوه من أذك الناس يعني في قصة عدم كأنه أفهم الله سبحانه وتعالى كما ورد في بعض التفاصير فهذا الخلق الذكي كيف يلقي هذه الكلمة في مكان لا يمكن أن ينطبق مع السياق فهذه شهاداء الداخلية أيضا تفند هذه القصة وفي الأخير ماذا حدث الآيات الأخيرة فاسجدوا لله وعبدوا النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن يدوء لله اسمه آنه وتعالى فكيف يمكن لهم أن يسجدوا فيظهر من سورة النجم بأن هذه القصة كلها باطلة ولا يمكن أن تكون قد حدثت أو إذا حدثت فحدثت كما ذكر المسلح الموضر رضي الله تعالى عنه بأنه شخصا قرأ هذه الجملة في أطراف المجمع وبعض الناس سمعوا هذه الجملة فذنوا أنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وبعض المفسرين ثم قالوا بأن الشيطان ألقى هذه الجملة على النبي والعياذ بالله نعم والعياذ بالله أستاذ نعيم استدل بعض المفسرين على صحة رواية الغرانيق بقول الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَبَنَّى إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيطانُ في أمنيته فهم يقولون أي هذا دليل أن الشيطان ألقى هذه الجملة على النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله كما كان يلقي في أمنية الأنبياء السابقين كيف حق فما حقيقة هذا الاستدلال نعم كما قلتم في السؤال أن هؤلاء المفسرين عندما من عندهم أو لسوء فهمهم يقولون شيئا يستنتجون على ذلك ويستدلون على ذلك من آيات أخرى لكنهم يخطئون في ذلك أيضا عندما قالوا هذا أن نبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله قرأ هذه الجملة في دعم الشرك وجدوا كيف يثبتون هذا هذا الرأي فوجدوا في القرآن هذه الآية في سورة الحج أعتقد وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنا ألقي الشيطان في أمنية فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله وعياته والله عليم حكيم يقولون عندما أي نبي يقرأ وحيه على الناس فالشيطان يدس من عنده بعض الكلمات فهو يقرأ أيضا لكن بعد ذلك الله تعالى ينسخه من هنا يأتون بالموضوع ناسك منصوب يعني موضوع محبب بينهم فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله وعياته فهم يقولون أن هذه الآية تثبت موقفنا أن هذا موجود الله قرأنا يقول يلقي الشيطان لكن عندما نرى في القواميس لا نجد المعنى إلا إذا تمنى يعني تمنى لا يعني قرأ وحيه فقط فإنما تمنى إصلاح الناس وما فسد من الأمور تسهيهها وتسهيه المتقضات وهداية الناس وتفهيمهم وطلابت الآيات لهم وشرح ذلك وهدايتهم وتقريبهم إلى الله تعالى وتعليمهم التقوى والسلاة فهذه الأمور كلها هي محمة كل نبي فهم معنى ذلك تمنى كيف يعني؟ هم يتمنون أن يأتي الناس إلى الله تعالى ويقربوهم إلى الله تعالى والتقوى والسلاة والبر لكن الشيطان طبعا لا يريد ذلك فهو يضع العراقيل يلقي العراقيل والأقباد والعوايق في طريق ذلك فيعطي بمثل هؤلاء الناس الأشرار فهم يعركلون ثبيل كل نبي فهؤلاء الأشرار والخبصة هم يستجيبون للشيطان ويتحدون المسلمين ويعيكون طريقة كل نبي فلكن الله ماذا يقول؟ فينسى كل ما يلقي الشيطان ما معنى؟ إن الله تعالى القادر المقتدر هو يزيل كل هذه الوائق وينصر نبیه ويجعله في نهاية المطاف غالبا لأمره فهذا ما نجده في كل تاريخ كل نبی وكما قال الله تعالى في القرآن الكريم قطب الله لأغلبنا أنا والرسل يعني الرسل دائما في نهاية المطاف هم المنتصرون وهم المنصورون وما يلقي الشيطان من هذه الأراقيل والأوائق هي تبقى منسوخة وتزول ولا تبقى لها أثر فهذا ما معنى هذه الوائق يعني إن الله إذا تمنا كل نبیه ألقي الشيطان هذه المشاكل وإتحادات والإيزاء فالله تعالى يزيل كل هذه الأمور ونهاية المطاف دين الله تعالى هو المنتصر وكل نبیه هو الناجح والفائز ونرى أيضا في القرآن الكريم آيات أخرى أيضا القرآن يفسر بعض وبعضا إذا قبلنا هذا أن الشيطان يمكن أن يلقي الكلمات من عنده في بحج النبي صلى الله عليه وسلم لكن في نفس القرآن موجود الله تعالى يقول إِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان يعني عِبَادِي فما بالك أنبیاء هم رؤساء لعباد عباد الله تعالى فالله تعالى يقول للشيطان إِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان وإذا قبلنا أن للعباد ليس للشيطان سلطان عليهم لكن أن الأنبیاء هم عندما يقرون وحجهم يدسوا الشيطان من عنده ما يريد فهذا خلاف في القرآن الكريم فالله تعالى يقول أفلاج يتدبرون القرآن فلك أنا من أنت غير الله لبدأ في إختلافا كثيرا إذن هذا الإختلاف إذا قبلنا معنا ذلك نبتل القرآن فكما نعلن أنه ليس من الله تعالى إذن هذا ما ذحب إليه بعض المفسرين هو باطل فلم يحدث هذا فإنما مراد كما بينا سيدنا المسلح الموت وذكرته هو هذا أن المراد من إلكاء الشيطان بدل راكيل فينسق الله الشيطان الله تعالى يزيل كل هذا وجده لكل نبي غالبا منتصر على آدائه نعم طيب أستاذ مير يتهم سيد المعصومين صلى الله عليه وسلم بالضلال ويستدل عليه بقوله تعالى ووجدك الضالة فهذا ما مدى صحة هذا القول وما معنى هذه الآية الكريمة نعم إخوتنا المسيحيون بشكل خاص يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم ويستدلنا من هذه الآية بأن الضلال هو الانحراف عن السراط المستقيم عن طريق الحق فكان النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله منحرفا عن الحق فهداه الله تعالى بحسب هذه الآية ولكن لنرى كيف يمكن أن ينطبق هذا المعنى في هذه الآية لا يمكن لأنه صحيح في اللغة معنى الضلال هو الانحراف عن طريق الحق ولكن هناك نرى بأن الهداية ما هي الهداية التي ضل عنها النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله طبعا الهداية النوعان إما الشريعة هداية الشريعة أم الهداية الفطرية وهي الأخلاق والطبع السليم هل كان في مكة شريعة هل كان كفار أو أهل مكة يتبعون شريعة أو وحيا نازلا من السماء لا كانوا عبدة أوثان كانوا عبدة أوثان لا يتبعون الشريعة منزلة من الله سبحانه وتعالى فكيف يمكن أن يقال بأنه ضل عن الشريعة أو عن طريق الحق لا يمكن القول لا ينتبق هذا المعنى هنا ثم فطرية هداية الفطرة ما هي هداية الفطرة الأخلاق العالية كانت دليلا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم كان الكفار يسمونه أمينا وصدوقا وكان معروفا بأخلاقه كما ذكرت سيدتنا خديجة عندما نزل عليه الأول الوحي فكان معروفا بأخلاقه العزيمة حتى قبل أن يصبح نبيا وقبل أن تنزل عليه الشريعة ففي هداية الفطرة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وجعلها دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا طاقل هذا دليل النبي صلى الله عليه وسلم على صدقه فحياته قبل النبوة كانت بحسب الفطرة على الحق ولم تكن هناك شريعة فمعنى هذا المعنى لا يصح هنا ثم ما هو المعنى الصحيح ذكر المسيح المودع صلى الله عليه وسلم في قال علیہ الصلاة والسلام المعنى الصحيح للآياء وَهُوَ انَّ اللَّهَ جَلَّ شَانُهُ قَالَ عَنِ النَّبِيِّيِّ أَوَّلًا أَلَمْ يَجِدْكَ يَطِيمًا فَآوَ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَجَدَكَ ضَالًا اے وَجَدَكَ عَاشِقَ وَجْهِ اللَّهِ فَجَذَبَكَ إِلَيْهِ بل فيه اشارة الى العشق البالغ منتحا هو عندما يبلغ العشق منتحا هو فنقول ضل هذا هو المعنى الذي ينتبق هنا كما جاءت آية بهذا المعنى بحق یعقوب عليه الصلاة والسلام انك لفي ضلالك القدیم انك لفي عشق الحبك القدیم لیوسف عليه الصلاة والسلام فهذا هو المعنى الذي ذكره المسیح المعنى صلاة والسلام في مرآت كمالات الاسلام ثم ذكر المصلح الموضر رضي الله تعالی عنه المعانی العديدة لهذه الكلمة من المعاجم ثم طبقها على هذه الآية وباختصار انا اذكر هذه المعانی مثلا قال المصلح الموضر رضي الله تعالی عنه نظرا لشتا معانی کلمة ضلال يفسر قوله تعالی وَجَدَكَ ضَالًا بِمَفَاهِيمَ عَدِيدًا اولها لَمْ تَكُنْ يَا مُحَمَّدْ تَعْرِفُ طَرِيقَنَا وَلَا شَرِيْعَتَنَا وَلَا سُبْلَ وِسَالِنَا فَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ شَرِيْعَتَنَا وَأَرَيْنَاكَ طَرِيقَنَا هذا هو المعنى وهذا المعنى بيّنه المفسرون السابقون أيضا ثم المعنى الثاني ضل خفية وغابة ضل خفية وغابة كنت مختفيا كنت في زاوية الخمول فأخرجناك من زاوية الخمول وَأَذَعْنَا سِيتَكَ هذا هو المعنى أيضا ينطبق ومعنى جميل جدا ثم من معنى ضلال الحب الشديد وهذا المعنى قد تناوله المسیح الموت اللہ الصلاة والسلام أيضا ثم المعنى الرابع للضلال الموت والهلاك حيث يقال ضل الرجل اے ماتا وسارا ترابا وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ تَعَالَا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَا يعني يا محمد لقد رأيناك تهلق نفسك حزنا على ضلال قومك ودمارهم فَهَدَيْنَاكَ إِلَى صُّبُلْ إِنْقَاذِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَوْتِ فَلْعَلَّقَ بَاخِنْ نَفْسَكَ على آثارهم ونحن لا نشك في نواياهم ونحترمهم جميعا إلا أن بعض الروايات والإسرائيليات التي أوردوها في تفاسيرهم وبعض النكات التي بينوها تسببت في الإساءة إلى الإسلام في نهاية المطاف وكثير من المسلمين وكثير من المسلمين أخذوا هذه الروايات وتمسكوا بها وحسبوها صحيحة وبنوا عليها معتقداتهم وبعضهم اختلفوا معهم وحدثت الفرقة والانشقاق بين المسلمين هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أخذ أعداء الإسلام من المسيحيين والهندوس والديانات الأخرى هذه الروايات ونسبوها إلى القرآن وانتقدوا الإسلام ونبي الإسلام بناء عليها وأثاروا ضجة كبيرة في هذا الزمن الأخير خصوصا فبعث الله تعالى حكما عدلا ليحكم فيما اختلف فيه المسلمون وليرد على الاعتراضات التي توجهوا إلى الإسلام وخير المعصومين صلى الله عليه وسلم واستمر خلفاء الحكم العادل فيما بعد في إنجاز هذه المهمة وقد قدمنا في هذا البرنامج وقد قدمنا في هذه البرامج الردودة على بعض الاعتراضات المهمة مستندين إلى كلام المسيح الموعود عليه السلام وكلام الخلفاء الراشدين وندعو الله تعالى أن نكون قد وفقنا في ذلك وأكبر دفاعا للإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم هو أن نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وننهي برنامجنا الأخير من سلسلة عصمة الأنبياء لقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه هذا حيث قال إن حضرة مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية عليه السلام بينما أبطل العقائد الزائغة الأخرى فإنه لم يتدخر وسعا في تنبيه المسلمين وسائر الناس على خطأ هذه الأفكار المتطرفة ولم يألوا جهدا في إيقافهم على الحقائق الواقعة بهذا الصدد وصرح لهم بأن الأنبياء عليه السلام إنما يبعثون لتأسيس الخيرات فلذا إنهم أسوة للناس فإن لم يكونوا بهذه الصفة فلا داعي لبعثهم ولا مبرر لعدم الاكتفاء بالتنزيه الكتاب وحده إن الغاية المتوخات من بعتة الأنبياء أن يشاهد الناس أحكام الله بصورة عملية ويتبين حقيقتها اللفظية بصورتها التطبيقية ويتشجع بأسوتهم على التقدم في الخيرات ويستبد منهم القوة الروحانية على أهوائهم النفسانية إن حضرته علم الدنيا أن الأخطاء التي عزاها الناس إلى الأنبياء إنما مرجعها الجهل وضآلة الفهم إنهم لا يسعون لفهم كلام الله ويذيعون آراءهم بغير تحقيق إن أنبياء الله أجمعهم معصومون عن معصية الله سبحانه وتعالى إنهم أسوة خالدة وصورة نابضة للوفاء والصدق إنهم مظاهر صفات الله تعالى إنهم أعلام جلية لتسبيحه وتقديسه إنهم في الواقع كالمرآة الصافية التي يرى فيها المسيء أحيانا دمامته وقباحته فينسبها إليهم والحق أن آدم لم يكن مخالفا للشريعة ولا نوح عاصيا لأوامر الله تعالى ولا إبراهيم كاذبا أبدا ولا يعقوب خادعا ولا يوسف آثما ولا سارقا ولا مزورا ولا موسى سافكا للدماء في غير حق ولا داود خاطفا لزوج أحد جورا خاطفا لزوج أحد جورا ولا سليمان ناسيا أحكام الله في سبيل حب مشركة ولا ساهيا عن صلاته من أجل الخيل ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة ولا كبيرة كان منزها عن جميع العيوب مصونا عن كل المعاصي والذي يحاول أن ينال من كرامته وشرفه إنما ينم على رجسه الباطني إن بعض القصص الملفقة عن ذاته الشريفة إنما هي من صنع بعض المنافقين وهي لا تستند إلى واقع تاريخي وأن حياته الطاهرة لا تضحض هذه الروايات الواهية وتجتثها من جذورها ومثل هذه الأقاول على رسول الله وعن سائر الأنبياء إنما أنها بقاية تهم الكاذبة من قبل المنافقين أو هي ناجمة عن تأويل خاطئ لآية القرآن الكريم طبعا هذا كان من كتاب دعوة الأمير بارك الله فيكم أعزاء المشاهدين هذه السلسلة وغيرها من الحلقات موجودة على اليوتيوب وعلى موقعنا اسلام أحمدية دوت نت وإلى أن نلتقف بكم في حلقة قادمة في سلسلة جديدة ونترككم في عينات الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شمس الهدى طلعت لنا من مكة عين الندى نبعت لنا بحراء نختار آثار النبي وأمره نقف كتاب الله للآراء